وافق وزراء النفط في دول منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك خلال اجتماعهم في العاصمة النمساوية فيينا على استمرار العمل بقرار خفض انتاج النفط بمقدار مليون ومئتي ألف برميل يومياً حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل وكانت دول أوبيك بلس قد وافقت في نهاية العام الماضي على خفض الانتاج بمقدار مليون ومئتي ألف برميل اعتباراً من بداية العام الحالي ولمدة ستة أشهر انتهت بالأمس بهدف الحد من الفائض المعروض في سوق النفط العالمية وتعزيز الأسعار التي كانت قد تراجعت بشدة في أوائل العام الماضي